سكن وبالفخر يزدان مجد الوطن أهلاً وسهلاً بكم من جديد أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قراراً وزارياً بتوطين عدد من الأنشطة والمهن بنسب مختلفة في منطقة جازان وذلك بالتعاون مع إمارة المنطقة وذلك ضمن برنامج التوطين المناطقي الذي تنفذه الوزارة بالشراكة مع وزارة الداخلية وإمارة منطقة جازان لتوفير المزيد من فرص العمل المحفزة والمنتجة لأبناء وبنات الوطن وتؤدي إلى رفع نسبة مشاركتهم في سوق العمل ويشمل القرار توطين أنشطة منافذ تقديم الخدمة لنشاط وكالة الدعاية والإعلان في منافذ البيع وكذلك في منافذ تقديم خدمة التصوير الفوتوغرافي ومنافذ تقديم خدمة إصلاح وصيانة الحواسيب الشخصية والمحمولة وذلك بنسبة 70% من إجمالي العاملين في هذه الأنشطة إضافة إلى توطين مكاتب الحجوزات والمهن الإشرافية في قصور وصالات الأفراح والمناسبات مع الإقامة مع استثناء مهن عامل النظافة وعامل الشحن والتفريغ وعلى أن لا تزيد نسبتهم عن 20% من العاملين مع الالتزام بالزي الموحد حيث سيبدأ تطبيق هذه النسب بعد ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار هذا القرار يشمل توطينا مهن عديدة سوف نستعرضها معكم في ثنايا هذه الحلقة ولكي نتحدث أكثر عن هذا القرار يسعدنا أن يكون معنا في الأستوديو الأستاذ عبداللطيف الضويحي الكاتب الصحفي المعروف أستاذ عبداللطيف حيكل معنا في المجد الوطن يا أهلا وسهلا شكرا جزيلا على هذه الفرصة بداية شهدنا هذا القرار وشهدنا هذه التفاصيل كثيرة وهو يخص منطقة جازان وبيئة العمل فيها بشكل عام من خلال قرار التوطين بنسب مختلفة في مجالات متفرقة سوف نأتي على تفاصيل كثيرة في هذه المهن ويعني هذا القرار لكن بشكل عام كيف رأيت هذا القرار بداية ويعني شمولية في مدينة أو في منطقة جازان بشكل خاص بداية شكرا على هذه الاستضافة الحقيقة هو طبعا ليس خاصا في جازان هو سبق في بعض المناطق أيضا لكن المبدأ أنه أن تستهدف كل منطقة على حدة بهذه المبادرة هذا شيء طبعا بالتأكيد سيرفع من فرص العمل ومن عدد المتقدمين والحاصلين على هذه الفرص صحيح السبب أنه كل منطقة بالتأكيد فيلها هوية اقتصادية يعني ولها ميزة في ميز نسبية في معطياتها سواء بالنسبة للموارد الطبيعية أو بالنسبة للموارد البشرية أو للموقعها طبيعتها إلى آخر إلى آخره فكل منطقة تقريبا بل أحيانا حتى داخل المنطقة الوحدة تلاقي أكثر من يمكن من هوية من أكثر من هوية اقتصادية صحيح فبالتالي لو أصبح التركيز أو لو استمرت هذه المبادرة في التركيز على المناطق بحيث أنه هذا طبعا لا يلغي أيضا مبدأ التوظيف المعمول فيه أصلا ولا يتعارض معه ولكنها رايح يوسع أكثر دائرة الفرص سواء فرص الوظيفية أو المتقدمين والحاصلين على هذه الفرص وقبل ذلك طبعا في حاجة ماسة أيضا لأحيانا طبعا يمكن يكون قبل هذه الخطوة أو يمكن بعدها أو بالتزام معها اللي هو الاستثمار يعني أن كل منطقة أنا أفترض أنه المناطق الزراعية فيها ثقافة عمل غير عن المناطق الصناعية وغير عن المناطق التجارية غير عن المناطق البترولية المناطق اللي فيها معادن المناطق اللي فيها الحج والعمرة هذه أوجدت هذه الطبيعة أوجدت ثقافة عمل ثقافة العمل هذه يعني طبعا بالتأكيد خلقت أو فرضت المفروض أنها أوجدت نوع من الاهتماء والتخطيط تخطيط على مستوى المنطقة بحيث أنها توجد أكبر قدر ممكن من الفرص الوظيفية في هذه الثقافة في هذا المجال يعني لما نتكلم عن ثقافة الحج والعمرة مثلا صحيح هي معروفة على مستوى المملكة ككل لكن الإمارسون المهن المرتبطة والمتعلقة بالحج والعمرة قد معروفين في أماكن معينة في مناطق معينة هذا يعني أنه على المخططين أنهم يستنفدوا كل الفرص الممكنة لخلق الفرص الاستثمارية والفرص الوظيفية جميل أستاذ رطيف من ذكرت نقطة مهمة وهي لكل المنطقة بالتأكيد هناك هوية اقتصادية وهذا يشكل جزء كبير من حاجتها للكوادر البشرية وأيضا حاجة الكوادر البشرية في المنطقة للعمل داخلها يعني هذا يقود إلى برنامج التوطين في المناطق يعني ممكن البعض يتساءل وش أبرز ملامح هذا البرنامج آلية تطبيق يعني قرارات هذا البرنامج ومبادراته ويعني استراتيجيته داخل مناطق المملكة بشكل نعم هو حتى الآن طبعا يقوم على التنسيق بين الأجهزة الحكومية في المنطقة في سبيل يعني تقليص الإجراءات إذا كان فيه إجراءاته وردم الهوة مثلا ما بين الأجهزة الحكومية بعضها وكذلك القطاع الخاص ويعني فيه نطاق التنسيق تقريبا ومحاكات المرتكزات والمحفزات الممكنات في كل منطقة في ظل مثلا المتاح من هذه الفرص احنا لازمنا نتحدث فقط عن التوظيف أو التوطين إذا نريد الروح أبعد من هذه الخطوة هو الاستثمار الاستثمار هو اللي يجعل فيه فرق بين منطقة ومنطقة لأنه مناطق فيها زراعة غير مناطق فيها زي ما قلت مثلا فيها مثلا حج العمرة أو فيها مثلا البترول والمعادة أو المعادن أو مثلا الثروة الحيوانية أو ما إلا ذلك فالآن احنا لازمنا فيه وهذه خطوة طبعا مهمة وضرورية وجيدة اللي قامت بها وزارة الموارد البشرية وتنمية الاجتماعية حتى الآن على صعيد جازان وأعتقد المدينة المنورة وأعتقد المنطقة الشرقية إذا ما لغلطان وبالتأكيد هم ماشيين في هذا الاتجاه في سبيل إنه إذا كان فيه أي فرص نتيجة يعني لم يتم إشغالها بالمتقدمين لفرص أو الباحثين عن فرص عمل فمهم جدا هذا الجانب وهذا الخطوة تنسيق الأمارة داخلة في الموضوع أمارة المنطقة داخلة في الموضوع الإدارات الحكومية على مختلف يعني تخصصاتها ومجالاتها داخلة في الموضوع لكن أنا أعتقد أن الموارد البشرية في المنطقة إدارة الموارد البشرية في المنطقة أي منطقة المفروض أنها تكون يعني هي اللاعب الرئيسي و أنا أتوقع أنهم يقومون في هذا المهمة خاصة أنه في حالة جازان أظن مدير التوطين المناطقي كان هو اللي كان بزيارة للجازان لتفعيل هذه المبادرة وما إلى ذلك فأنا أقول خطوة كويسة جيدة ولكنها تحتاج إلى خطوة أيضا الاستثمار بجانب أو لرفض هذه الخطوة جميل الاستكمال لحديثك سيدا عبداللطيف يعني بعد هذا القرار وهذه الخطوة الأولى إذا مثل ما تفضلت وهي تحتاج إلى خطوات تعجيزية أكبر لكن تساءل الآن بعد هذا القرار قرار التوطين في منطقة جازان بشكل خاص البعض يتساءل وش تأثيره على أرض الواقع المواطن أو المتقدم عن العمل أو الباحث عن عمل وش ممكن يتغير عليه في الفترة القادمة أنا أعتقد أنه ستشهد المفروض طبعا إحنا بحاجة إلى إحصائيات ودراسات ومعرفة الأثر ولكن من حيث المبدأ أنا أفترض أنه ستسهم في خفض البطالة بالتأكيد ولو بنسبة يعني معينة ستحد من الهجرة أو البحث عن العمل خارج المنطقة يعني سوف تمكن الأجهزة الحكومية من التنسيق فيما بينها في هذا الشأن يعني وتلعب الدور الرئيسي طبعا الأمارة أمارة كل منطقة مع الموارد البشرية يعني هذه من النتائج أننا أتوقع أنها تسهم فيها مرة أخرى يعني خلينا ننتظر نشوف كم من الفرص اللي تثمر عنها هذه المبادرة بالنسبة للتوظيف أو الفرص الوظيفية نفسها أو اللي يتوظفون بعدها يمكن يكون فيه يعني خطة أو مبادرة أخرى لزي ما يقول لك يعني التعمق في البحث في كل منطقة يعني في مناطق مثلا فيها آثار وسياحة وما لا يذلك بالتأكيد المفروض يكون فيها فرص استثمارية وبالتالي خلق فرص عمل في مناطق مثلا زراعية ومصانع زراعية ومصانع أدوية وما إلى ذلك هذا يعني معطى مسلم به أنه سوف يكون هذا البحث لكن هذه يمكن تكون خطوة ثانية اسمح لي أستقطع من كلامك سعبداللطيف ذكرت مبدأ أو مسألة تكافؤ الفرص وش العلاقة أو وش ممكن نقاط الالتقاء ما بين تكافؤ الفرص وهذا البرنامج وهذا القرار اللي شهدناه في المنطقة طبعا مجلس وزراء أقر مؤخرا قبل يومين أو ثلاثة لا أكثر تقريبا موضوع التكافؤ يعني فرض أو قرار بتكافؤ الفرص أو إقرار النظام هذا النظام تكافؤ الفرص والحد من التمييز وما إلى ذلك هذه طبعا قيم ومبادئ طبعا تتيح للمتقدمين على أنهم يكونون على قدم المساواة أو المساواة ذكرتها المساواة في فرص العمل تتيح لهم أن يكونون على قدم المساواة بمعنى أنه ما يجي واحد يأخذ فرصة آخر إذا ما هو أهل يعني يتقدمون المتساوين في هذه الفرص يعني أنا ما أقدمك لمجرد أنك من الخلفية الثقافية الفلانية أو الخلفية الاجتماعية الفلانية ولا على أساس الجنس ولا على أساس إذا كنت مثلا الشكل أو اللون أو من هذه التفاصيل بمعنى أنه الجميع متساوين في هذا الجانب إذا نريد أن ناخذ هذا الموضوع ناخذه على مستوى على الموضوعنا تبع المناطق أو التوطين مناطقي فهذا ممكن تقرأ أيضا بأنه كل منطقة لها الحق بأنك توجد لها فرصة فيها صحيح وليس ملزم هذا المتقدم للعمل إنه لازم يروح يبحث عن فرصة العمل خارج المنطقة إذا ما يريد يخرج منها مثلا وهذا طبعا حسن يعني من الإيجابيات مبادرة للتوطين المناطقي صحيح مثل ما ذكرت وأيضا ذكرت قبل قليل مسألة أنه هذا القرار التوطين أو برنامج التوطين المناطقي يساهم في تخفيض نسب البطالة في هذه المناطق كيف ممكن يساهم يعني نستعرض شكل من أشكال مساهمة هذا البرنامج في خفض هذه النسبة يعني مثلا المهن اللي أعلنت عنها الوزارة أكثر من مرة في سبيل إنها تتاح للسعوديين أنا أعتقد إنه مثلا إذا نروح المنطقة مثل جازان الصبغة العامة فيها مثلا للزراعة وإلى حد ما السياحة والصيد صيد السمك أنا أعتقد إنه هذه المهن ستكون فرصها أو فرص تطبيقها في جازان أكثر من غيرها مثلا أو أكثر من مدن أخرى لإعتبارات إنها تناسب الثقافة المحلية يعني أنا مرة أخرى أعيدك إلى بداية حديثنا إنه فيه شيء اسمه ثقافة العمل ثقافة العمل هذه ترتبط إلى حد كبير بالسائد في المجتمع تجاه مهن معينة تعرف اجتماعي ما بينهم تعرف اجتماعي مقبولة هم الناس متمرسين فيها ويجيدونها ويعتبرونها مصدر مصادر الرزق مثلا أذكر لنا زملاء هنا في الرياض لما يجي موسم الحج يأخذون إجازات وروحون للمكة أو للمدينة لأنهم نشأوا وترعرعوا على مهن الحج والصناعة الحج والصناعة بالمفهوم السوق صحيح فهذول الناس يعني منطقة أخرى أنا متأكد إنه ما يجي على باله هنا إيش رح يعمل لما يجو موسم الحج وتقولها روح المكة مثلا ولا روح المدينة ما يروح باله إلا أنه يروح عشان المشاعر يروح يصلي ويحج ولا يعتمر من هذا القبيل لكن أهل البلد عارفين المهن اللي يحتاجونها الحجاج والمعتمرين أو يحتاج الحجاج والمعتمرون وما إلى ذلك في هذا الموسم مع العلم إنه طبعا يستطيع هو يخلق فرص عمل هذا المواطن نتيجة ثقافة العمل ثقافة العمل في هذا الإقليم في هذه المنطقة تروح المناطق ثانية مثلا في مجال الزراعة أو حتى مهو فقط الزراعة بشكل عام تلقى ممكن الآن أصبحنا حتى في مناطق تشتهر في زراعات معينة هذول الناس بالتأكيد عارفين صناعات المترتبة على هذا المنتج وكيف تخلق منها ميهن معينة مثل لو وقاطعك مثل ما لو ذكرنا منطقة الجوف الكل يتبادل ذهنه الزيتون وزيت الزيتون في الجوف وارتباطها بهذا المنتج مضبوط أنا أفترض بالحالة هذا المثال اللي انت ضربته إنه لما يكون هذا التوطين المناطقي إنه يركز على المعطيات المعطيات الموجودة ليس فقط في اللي موجودها الآن يعني ممكن هو يعني يتوسع أو يتعمق في البحث عن مهن يعني عندك أشياء مثلا تتعلق فيه مثلا الشامبوهات أو تعلق بالصناعة بمستحضرات طبية بمستحضرات طبية وبمنتجات مثلا تنتج من الزيتون ومخلفات عصر الزيتون وما إلى ذلك فهذه بحاجة إلى جهة تخطط وتعمل برامج يمكن تفوق الوعي للمزارعين حاليا يعني يمكن المزارعين حاليا عنده 18-19 مهنة ترتبط في هذا المنتج صحيح فأنا أريد جهة تكون متخصصة من الموجود حسب اختصاصها سواء وزارة الزراعة أو وزارة من وزارات الأخرى تكون متخصصة تسبق أو تتجاوز تفكير الواقع إلى ما هو أبعد وتروح تعمل صناعات مثلا ترتبط بالسياحة وخاصة منطقة مثل الجوف منطقة سياحية بالآثار المكتشفة حاليا وسابقا بالإضافة للمنتجات الزراعية فأنت تستطيع تعمل يعني تتجاوز الوضع الراهن أو المهن الحالية إلى مهن أخرى صحيح مثل ما ذكر سعبداللطيف من خلال التخطيط للمستقبل من خلال تسهيل كافة الإجراءات وأيضا يعني وصول هذه الخدمات لكافة المناطق منها سواء ما استعرضنا قرارة توطيح منطقة جازانة أو غيرها من المناطق بالتأكيد هو يساهم في تعزيز اقتصاد المحلي في المملكة الوقت مرة سريعا معك سعبداللطيف ونتمنى إن شاء الله بإذن الله أن نستكمل حديث في فرص قادمة كان معاست عبداللطيفة الضواحي شكرا زيلك توجدك معنا في المجد الوطن الله يعطيك العافية وشكرا جزيلا علي تحت هذه الفرصة